قد تكون نافذة جديدة تحاول من خلالها المصارف الحكومية تنمية مواردها وتحديدا مصرف الرشيد الذي سعى إلى إدخال هذا النوع من الخدمات إلى المصارف التابعة له في خطوة قد تعد الأولى في البلاد على الصعيد المصرفي الحكومي هي خطوة لأول مرة تحصل أن مصارف القطاع العام تمارس هذا الشيء في العراق وهي مهمة كثير من زبائن الحقيقة يحتاجون إلى هذه الخدمة نحتاج بعض الوقت لكي تزيد قدرتنا ونتسع ونكتسب محاملات جديدة وخبرة جديدة وستضيف الصيرفة الإسلامية ما يزيد على خمس خدمات جديدة إلى الخدمات التي تقدمها المصارف الحكومية وهما سيرفع من عدد المتعاملين مع تلك المصارف في خطوة يرى خبراء اقتصاديون إنها جاءت متأخرة تأخير يبرره القائمون على الخطوة بالتغيرات السياسية التي طرأت على البلاد هذا التأخر كان يفترض في القطاع المصرفي أن يبادر به منذ 20 سنة نوع جديد من التعامل الصيرفة الإسلامية فيعتبر ذلك الوقت أنه يزيد أنواع الخدمات التي يقدمها ومن ثم يزيد عدد المتعاملين معه وزيادة في موارده البنك المركزي بدأ يشرع للصيرفة الإسلامية في قوانين جديدة لأنه ما كان لدينا بنك إسلامي في ظل ظرف أو في ظل حكومة معالمها حقيقة مو إسلامية الآن لا بدأ البنك المركزي يشرع تعليمات وإن شاء الله في تطور مسلمي المصارف الحكومية ما تزال تحاول اللحاق بالحركة المتنامية للمصارف الإسلامية في البلاد التي لاقت رواجا كبيرا سيماو أن القبراء يسجلون توسعا ونموا داخل المصارف الإسلامية وصل إلى 30% وهو ما قد يوضح الدافع وراء التعامل بالنظم الإسلامية المصرفية أحمد سمير السومرية